اجهر قل رأيك وحلقتنا اليوم في ذهنك المخادع بالحلقة 16 وهي الدليل العلمي لأهليات التفكير النقدي الفصل السادس عشر التخبطات العلمية العظيمة طبعاً الحين وصلنا فصل 16 وباقي لنا يمكن خمسة أو ست حلقات بعد يعني في العد التنازلي فهذا شيء جميل لكن قبل ما أبدأ أود أن أذكر لكم بأن أبا الحكم سيشاركنا يوم الاثنين الجاي ونحن سعيدين برجوعه على الأقل يفضفض عن مصابه وأحنا هنا كلنا أسرة واحدة ونحب نشوفها يعني يتغلب على مشاعر الحزن اللي هو فيها الحين عموماً نبدأ فصلنا على أساس لا نطول يبدأ ستيفن نوبلا هذا الفصل باقتباس للفيلسوف الأمريكي جورج سانتيانا فيقول من لا يتذكرون الماضي مهددون بإعادته أي أنه من الأفضل بمراحل أن نتعلم من أخطاء الآخرين بدل من التعلم من أخطاء نقع نحن ضحايا لها في هذه المحاضرة سنقوم بالتطرق إلى بعض من أكبر التخبطات العلمية في تاريخ العلم لرؤية أين كانت أخطاؤنا بالضغط هذه الحالات التي سنقوم بعضها ستبين لنا وبكل وضوح لماذا يقول التشكيك الابتدائي لأي إدعاء جديد هو أمر في غاية الأهمية وسنرى أيضا في هذه الأمثلة والدروس التي نستخلصها منها كم كبير من المبادئ والآليات الضرورية للتفكير النقدي من التي راجعناها حتى هذه اللحظة في هذا الكورس ففي كل حالة من هذه الحالات قام العلماء بارتكاب الكثير من التخبطات والمغالطات الإدراكية وذلك لأنهم كانوا تحت تأثير انحيازاتهم الشخصية أو انحيازهم الشخصي ونقاط ضعفهم الفيزيولوجية وفشلهم في مساءلة النفس ولعل أكثر الأمثلة شهرة في التخبط العلمي هو تجربة اكتشاف أشعة N في سنة 1903 وبعد اكتشاف أشعة X بقليل من قبل الألماني إدعى الفيزياء الفرنسي ريني بروسبر بلاندلت الذي عاش بين 1839 و1940 إدعى هذا الفيزيائي أنه اكتشف نوع جديد من الأشعة سماها أشعة N تيمنا باسم نانسي والتي كانت اسم مدينته واسم الجامعة التي كان يعمل بها في فرسا وكان ريني يعتقد أنه فيما عدل أخشاب الخضراء والمعادن التي تمت معالجتها بالإيثر والذي هو سائل سريع الاشتعال فهذه الأشعة أي أشعة N تصدرها أغلب المواد في حالتها الخام لكن كانت هناك مشكلة مع هذه الأشعة مشكلتها أنها كانت غير مرئية ولم يكن بالإمكان رصدها إلا عندما تنكسر خلال تمريرها بمنشور مطلي بالألمنيوم والأشعاع المزعوم عندما ينتج يتم تمريره على سلك مطلي بكبريتيد الكالسيوم فتجعله يشع بدرجة خفيفة بما معنى أن رصد أشعة N كان يعتمد على مدى قدرة من يقوم بالتجربة على رؤية هذا الأشعاع والذي كان بالكاد يرى السلك وكانت النتيجة كما نتوقع متغايرة اعتمادا على قوة بصر الباحثين والذين كان منهم ثلاثين فريق بحثي قاموا بإعادة تجربة بلاندلت وأكدوا رؤيتهم للأشعة على السلك هذا مع العلم أن مجموع الأوراق البحثية التي قدمت أن أشعة N بلغ عددها 300 ورقة تقريبا تم نشرها على مر سنوات قليلة لأكثر من 100 من الباحثون والعلماء المختلفون لكن المشاكل كانت واضحة من البداية فالكثير من المختبرات الشهيرة لم تستطع أن تحصل على النتائج ذاتها عند إعادة التجارب فأشعة N كانت تبدو وكأن بها مواصفات مستحيلة الرصد وغالبا ما كان الباحثين المعتقدين بوجودها يرجعون سبب عدم القدرة على رؤية أشعة N إلى العيوب البصرية عند من لم يستطع أن يرصدها وحتى الصور التي كانت من المفروض أنها لأشعة N كانت ملوثة بالكثير من الأخطاء الصادرة عن اهتزازات الصورة لكون الباحثين أرادوا رؤية التغييرات البطيئة التي تحصل بدرجة لمعان سلك رفيع بأزمنة متتالية قصيرة جدا والصور المنتجة ما كانت لترقى للتغييرات السريعة التي كانوا يدعون أنهم يرونها وبعد كل هذه التقارير المتناقضة قامت مجلة نيتشر في عام 1903 بإرسال الفيزيائي روبرت وود روبرت دابليو وود والذي كان يعمل بروفوسورا في جامعة جون هابكنز في رحلة بحث وتحقيق شخصي عن مختبر لاندلات وتجاربه للتأكد من نتائجه المزعومة هذا مع العلم بأن وود كان لديه أيضا خبرة في التحقيق مع الروحانيون من الذين كانوا يستخدمون في مرحلة ما بالتحقيقات الجنائية ليرى مدى صدقهم مثلا وبمعنى آخر لم تكن تجاربه تقتصر على التجارب العلمية بل كان لديه أيضا تجارب في التشكيك بأي ادعاءات مطلوحة وكانت نتيجة تحقيقه أنه شاهد بالمختبر ولأكثر من مرة نتائج متغايرة ومتضاربة لكنه لم يتمكن من رؤية تأثير أشاءات المزعوم على السلك بل حتى حاول شخصيا أن يقوم بنفسه بإعادة التجربة للحصول على النتائج المزعومة وانتهى بالقول أن نهاره ذهب هباء منثورة في أحد التجارب قام وود باستخدام يديه لحجب أشعة إن دون أن يقول للقائمين على مشاهدة النتائج أنه فعل ذلك فلم يتم رصد تأثير ما فعل قبل القائمين بالتجربة وفي تجربة أخرى قام بإزالة المنشور المستخدم في كسر أشعة إن مرة وفي ثالثة أزال تأثير مصدر أشعة إن بوضع قطعة خشبية مماثلة له بالشكل مرة أخرى دون أن يخبر القائمين بالمشاهدات في كلتا التجربتين عما فعله في كل حالة وفي كل حالة لم يتم رصد آثار التغييرات التي قام بها ماذا نتعلم من تجارب بلندلات والباحثون الآخرون الذين اعتقدوا أنهم رصدوا أشعة إن وكيف يمكن أن نطبق ما تعلمنا حتى الآن من الفصول السابقة أولا الآن وبالنظر المسألة بأثر رجعي نحن نعلم أنه لا وجود لأشعة إن وأن الباحثين كانوا في الواقع يخدعون أنفسهم وذلك لأنهم اعتمدوا على تجارب شخصية أي اعتمدوا على مدى قدرتهم على رؤية شيء لا يكاد يبين في حدود القدرة البشرية على الرصد ومع أن البعض اعتمد على أدوات قياس مثل التصوير لكن الأجهزة المستخدمة لم تكن بجودة الأجهزة الحالية وخصوصا في السرعة المطلوبة للغطات المتتالية أي كان لها قابلية عظيمة للخطأ لكون حجم التأثير المراد رصده اختلت في الحجم الكبير من التلوث الذي دخل بالقياس ومن ثم قاموا باستخدام هذه القياسات الخادعة لكي يؤكدوا على استكشافهم لظاهرة جديدة بالتمام والكمال دون أن يكونوا متشككين ولو قليلا في نتائجهم الشخصية ثانيا عندما تباينت النتائج قاموا باستخدام المرافعات الخاصة اللي تكلمنا عنها special pleading أي قاموا بتبرير النتائج السلبية للباحثين الآخرين فقالوا بأن من لم يرى الأشعة لا يملك عيون حساسة لرؤية التغيير المطلوب في لمعاني السلك الرفيع وهذه لو تتذكرون قمنا بذكره في حلقة المغالطات المنطقية وتسمى مغالطة المرافع الخاصة أو بالعام نقول يتعذرون أو يقدمون أعداراً واهية وهكذا ثالثاً هم كذلك لم يستخدموا التعامل المطلوب في كل تجربة كما فعل وود لاستبعاد عامل الانحيازات الشخصية التي تكون بالغالب خافية ما فعله وود هو أنه قام بعمل التعامل المطلوب لهم عندما قام بعمل التغييرات في التجربة دون أن يخبرهم بذلك وعندما فعل ذلك فتأثير أشعة إن المزعوم تلاشى واختفى وهذا مؤشر مؤكد بأن الظاهرة التي يتم البحث عنها في الواقع لا وجود لها وحتى بعد موت أشعة إن علمياً أضى بلاندلوت سنوات طويلة في بحوث وتجارب بمسألة لا أمل يرتج منها المثال الثاني الذي سنتطرق إليه عند الحديث عن التخبط العلمي لا يقل غرابة عن الأول فقد نعتقد بأنه وبعد مرور وقت طويل على تجربة أشعة إن أننا تعلمنا درساً كافياً ليجعل العلماء والباحثون على الأقل متشككون قليلاً بالنتائج الأولية لتجاربهم لكن للأسف لم يكن هذا هو الحال فبينما تعلم الكثيرون من العلماء أو الكثير من العلماء هذا الدرس القاسي لكن ظل في الساحة البعض الذين لم يتعلم الدرس فحكم عليهم بإعادة أخطاء الماضي وكان الباحث الفرنسي جاك بن بن سنت أحد هؤلاء سوري بن بنيست جاك بن بنيست ففي عام 1988 اعتقد هذا الباحث أنه اكتشف الدليل على أن العلاج البديل أو الهوميوباثي أو الطب الشعبي كما نقول نحن هو علاج بالفعل فعال وكانت نظريته بأنه عندما يتم تخفيف مادة ما لنقل لنقطة يزال فيها تأثير أي من مكوناتها الفعالة فسيضل بإمكان هذه المادة أو ما ينتج عنها بعد التخفيف الشديد أن تستمر بالاحتفاظ بمواصفاتها الكيميائية الأصلية والأدهى من ذلك أنه نشر ورقته البحثية في نيتشر والتي تعتبر مجلة مرموقة في المجتمع العلمي ولأن بن بنيس كان يعمل في مجال المناعة فانصبت دراساته في رصد نشاطات بيزوفل الذي هو نوع من الخلايا الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة ليدرس رد فعله بعد التخفيف على مؤثر يحفز الحساسية ما أراد أثباته بن بنيس هو أن البيزوفل سيكون له نشاط أو سيكون له تأثير حتى بعد أن يتم تخفيفه كثيرا بالماء عندما يقدم كعلاج بديل والتخفيف المقصود كان لدرجة أنه حرفيا لم يوجد من المادة الأصلية أي شيء يذكر وهو شيء يقول عنه علماء بيولوجيا وعلماء الكيميا بأنه أمر مستحيل للهدوث وكما هو الحال بالمثال الماضي فالنتائج لهذه التجربة اعتمدت كليا على أنظمة بيولوجية مختلفة من التي قد يكون بها الكثير من التلوث تماما كالتجارب الشخصية والإمحيازات غير الواعية من قبل الباحثين كان أيضا لها آثار كبيرة على نتائج التجربة ومع أن بعض المختبرات أكدوا أنهم حصلوا على نتائج إيجابية لكن لم يكن بالإمكان إعادة التجارب للحصول على نفس النتيجة في مختبرات كثيرة ومرة أخرى تتشابه القصة هنا مع تجربة أشعة إن لكن عندما تم مواجهة بن بنيس من قبل المتشككين بعدم جدوى بحثه ثار بن بنيس قائلا أنه أصبح ضحية للعقليات المغلقة في المجتمع العلمي وأنه قد تم اضطهاده لأنه تحدى الدقمائية العلمية في زمنه متقمصا دور الضحية وناصبا نفسه غاليليو عصرا بن بنيس أيضا قام بصياغة تفسير أشبه بتفسيرات الخيال العلمي ليشرح كيف عمل المحلول المخفف فقال بأن الأجسام المضادة بالمحلول والتي تكون تلاشت بالتخفيف أوصلت تأثيرات البيزوفل ليس بصورة تفاعلات كيميائية مباشرة لكن قد يكون عن بعد مثل الريموت كنترول مثلا خلال موجات راديوية بينها وقد يكون الماء يعمل فوسط يتذكر هذه الموجات الراديوية ليقوم بدوره في نقلها لاحقا ليس هذا وحسب بل أيضا ادعى بأنه يعتقد أن باستطاعته قياس هذه التأثيرات ونقلها عبر الهاتف أو عبر الانترنت هذا مع العلم بأنه لم يقم بعمل الاختبارات على ادعاءه ولا حتى قام بمحاولات لعرض هذه الادعاءات وكل ما قدمه كان تفسيرات لما يكون محتمل الحدود بينما كان الأفضل له أن يقوم بعمل تجارب موضوعية ليفسر كيف يختبر هذا الادعاء وليبين إن كانت موجاته الراديوية لها وجود أم لا لكنه اختار الاعتماد على ما هو نظام بيولوجي مخادع وملوث ليسنت عليه انتعاءه ورفض النقد ولعب دور الضحية وفي سينارو شبيه جدا لسينارو أشعة إن قامت مجلة نيتشر كرد فعل على النقد الكبير الذي تعرضت له بإرسال فريق من المحققين لمختبر جوك بن بنيس كان بينهم المتشركك والساحر الكبير المعروف باسم جيمس راندي أو The Incredible Randy قام الفريق بمشاهدة التجربة وفرضوا عليها بروتوكول التعامي وكما حصل مع تجربة إن مع تطبيق التعامية الملائمة اختفت التأثيرات الإيجابية أي أنه تم إثبات أن نتيجة التجربة كانت وهمية كما كانت نتيجة أشعاد إن مثال آخر على أشهر التخبطات العلمية نراه في ادعاء بونز وفلايشمن باكتشاف ما سموه بالاندماج النووي البارد كولد تيوجين ففي مارس من عام 1989 قدم كل من ستانلي بونز ومارتن فلايشمن مؤتمر صحفي ليعلنوا للعالم عن اكتشافهم التجربية الجديد لطريقة في استخدام التبريد في الانصهار النووي وهذا يعني أنه لو كان ادعاءهم صحيح فهذا سيخلق نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وانتهاء زمن العمل بالوقود الإحفورية واستبداله بطاقة نظيفة لا متناهية ويعني أيضا أنهم بالتأكيد سيكسبان جائزة نوبل وقد لا نتذكر اليوم ما حصل لهذه الادعاءات لكنها أحدثت ضجة كبيرة في وقتها دعوني أعطيكم نبذة عن موضوع الانصهار النووي البارد فالمصانع الموجودة لدينا حاليا تستخدم وسيلة الانشطار النووي ميوكلير فجن لخلق الحرارة وليس الاندماج النووي أي تقوم بانشطار النووي وليس بالدمج فالانشطار يولد حرارة هذه الحرارة تستخدم في تحريك التوربينات التي تقوم بدورها في توليد الكهرباء الانشطار هنا يعني انقسام عنصر راديوي ثقيل من مثل اليورانيوم أما الاندماج فيقصد به جمع عناصر خفيفة لتكوين عناصر أكثر ثقلاً بقليل كما يحدث مثلاً عندما يدمج عنصري الهايدروجين لينتج لنا الهليوم لكن هذا الاندماج ليس من السهولة بمكان أن يتم الحصول عليه وذلك لأنه بالأساس يحتاج لدرجات حرارة وضغط عاليين جداً فهذه العملية تحدث في شمسنا على سبيل المثال لكنه صعب أن يحصل بالدرجات الحرارية والضغط الذي نتعامل به على وجه الأرض على سبيل المثال أو قد تكون صادرة من قنبلة هيدروجينية كبيرة يصعب عندها التحكم بها واستخدامها كوقود فنحن نستطيع أن نولد مثل هذه الانفجارات لكننا لا نستطيع السيطرة على ردة فعلها بصورة كافية لكي نولد الحرارة اللازمة لتوليد الكهرباء الاندماج النووي الباد وكما يدل عليه الاسم هو اندماج عناصر خفيفة للحصول على عناصر أثقل لكن في درجات حرارة منخفضة وهذا أمر عظيم لأنه سيتكفل بعامل الحاجة للتعامل مع درجات الحرارة العالية وهو مثالي لكونه يؤكد على قدرة إنتاج الطاقة المستمرة بدلاً من الطاقة المتناهية لكننا وإلى الآن لا نعرف كيف نحصل على هذا الاندماج البارد المهم هو أن هذه الأبحاث لا زالت مستمرة من قبل بعض الباحثين في هذا المجال لإنتاج هذا الاندماج النووي البارد في مختبراته هذا مع العلم أن البعض حصل على نتائج إيجابية أي أنتجوا طاقة لكن هذه الطاقة المقاسة لم تكن صحيحة وذلك لخلل في طريقة التجهيز في التجربة وهناك الكثير من مصادر الطاقة المؤثرة في طريقة بناء التجربة من التي تم التغاضي عن تأثيرها عند قياس زيادة الطاقة النهائية في هذه التجارب ومرة أخرى نجد الباحثون يعتمدون على قياس أشياء من الصعب قياسها وتكون نتيجتها متغايرة وإن كان لها تأثير فهو عبارة عن تأثيرات صغيرة ضائعة في وسط التلوث بالوسائل التي يتعاملون معها أي احتمالياً كان هناك الكثير من مصادر الطاقة المستخدمة بالتجربة من التي لم يتم حسابها مع أن أي زيادة طفيفة بالطاقة النهائية أخذت في بعض الأحوال لتكون دليل على الاندماج النووي البارد فعلى سبيل المثال الطريقة التي تم بها التجهيز لتجربة بونز وفلايشمان كانت باستخدام التحليل الكهربائي لتحفيز الاندماج النووي البارد في الماء الثقيل الملوث بالدوتريم أو الهايدروجين الثقيل وهذا التلوث من الممكن أن يكون السبب في الارتفاعات الظاهرة في معدل الطاقة المنتجة من التي قاموا بحسابها أو التي ادعوا أنها بسبب الاندماج النووي البارد فقام الباحثين وقد يكون ما فعله تحت ضغط المؤسسة التي كانوا يعملون بها آنذاك وهي جامعة يوتا قام بتقديم مؤتمر صحفي في سنة 1989 للاعلان عن خبر اكتشافهم للاندماج النووي البارد قبل نشره في جرائد مراجعة الأقران لكي يتمكن مراجعيهم من اختبار نتائج تجربتهم وهذا كان نتيجته السخرية لاحقاً وتسمية التجربة أو التباس الانشطار وخصوصاً عندما باءت كل محاولاتهم اللاحقة بالفشل أما المحاولات الإيجابية الأولية فلقد تم استبعادها لأن النتائج لم تتكرر ولم يستطع أحد أن يدعي أن الاندماج النووي البارد بالفعل حصل وبعض الانفعالات الأولية من الأهازيج والتطبيل لهذا الاكتشاف قامت وسائل الإعلام في نهاية أبريل 1999 بنشر خبر وفاة الاندماج النووي البارد بالمهن فصارت تجربة بونز فلايشمان مثال من العلم الباثولوجي أو العلم المرضي الأصل فالباحثان قاموا بارتكاب أكبر خطأ علمي نعرفه اليوم باسم العلم بطريقة وسائل النشر أي اخترع لك أي شيء من مثل بورب بعير شفاء للسرطان أو أن نظرية تطور خاطئة وقم بنشره من قبل كبار دور النشر أو من كتب يكون ثمن الورقة بها أغلى من ثمن المضمون كما فعل هارون يحيى فتنتج علمه مرة أخرى هذا يسمى العلم بالنشر أو العلم بالمؤتمرات الصحفية الباحثان أخذا نتائج ابتدائية استكشافية في نظام صعب التعامل معه لكونه قابل للخطأ والانحياس وقدموه وكأنه اكتشاف يستحق جائزة نوبل وكانت النتيجة حرجة ليس فقط لكل الباحثين ولكن أيضاً لتجربة الاندماج النووي البارد فحتى من يعتقد اليوم بأن الاندماج النووي البارد ممكن أن يحدث يوماً ما عليهم أن يقروا بأن بونزو فلايشمن وبصورة استثنائية هدماء أي مصداقية علمية للتجربة وأنه مع وجود بعض المحاولات اليوم في حواف هذا العلم لكن من يعمل بها لا يتجرأ بأن يسميها بإسمع القديم بل يستخدم مصطلحات من مثل التفاعلات النووية وغيرها عندما يشيرون إلى بحوثهم في نفس المجال لكي يتحاشوا وصمة العار التي لحقت بإسم تجربة الاندماج النووي البارد والدرس الذي نتعلمه هنا هو أن بونزو فلايشمن قد يكونوا شعروا بالنشوة الهائلة عند حصولهم على نتائج إيجابية محتملة لتجربتهم لكن كان يجب التريط لأنهما صارا الآن أطفال البوسترات أي أصبحوا أمثلة صارقة لهذا الأثر أي للعلم في المؤتمر الصحفي Science by Press Conference فمن الأفضل كثيرا أن تجعل أجلة مراجعة الأقرام تضحن وتقتلع أي آمال مبنية على نتائج خاطئة قبل أن تتحول هذه النتائج إلى مارد من الأحراجات الهادمة ثم ينتقل بنا المؤلف إلى مثال جديد مقتبسا لمقولة تستخدم عادة عند الحديث عن موضوع الصراع التاريخي في تقدير عمر الأرض فيقول بعض العلماء العظام قاموا بالتشفير الدقيق للأدلة الجيولوجية فتوصلوا إلى أن العالم كبير بالعمر لدرجة مذهلة وغل يكونوا على حق لكن اللورد كالفين لم يكن يوافق هؤلاء العلماء الرأي بل أخذ الموقف المحافظ الحذر لكي يكون في الجهة السليمة ويؤكد لكل هؤلاء العلماء والباحثون في الجيولوجي والبيولوجي بأن الكون ليس بالقدم الذي يظنونههم فقال عنه مارك توين بما أن لورد كالفين من كبار الشخصيات العلمية المعاصرة فالناس بالتأكيد ستسمع له وتقبل آراءه فماذا كان مارك توين يقصد يا ترى؟ وليام تومسون والذي عرفه بعد ذلك باللورد كالفين ونحن نعرفه من خلال حساباته لمقياس درجات الحرارة كالفين كان من أشهر علماء الفيزياء في عصره وكان متخصص في علم الثرمو دايناميكس أو الديناميكية الحرارية أو بكل بساطة نقدر نسميها دراسة الحرارة ووقتها كان دارون ومعاصرون آخرون له قد تنبأوا بأن الأرض قديم جداً لكن لورد كيلبن لم يكن مقتنعاً بالعلم الضعيف أو العلم الاحتمالي الذي يبدو بأنه لا زال بعض المسلمون يسمون كل من علم البيولوجيا وعلم الجيولوجيا بهذا الاسم حتى بعد مرور أكثر من قرن من الزمان وكي يبرهن اللورد كيلبن خطأ هؤلاء قام بقياس عمر الكون باستخدام القياسات بالعلوم الصعبة أو العلوم الحتمية بالفيزياء وكان تحليله كالآتي لو كان الأرض قد بدأ في حالة الانصهار فلابد أنه الآن في حالة التبريد وعلي فلن يكون صعباً أن يقوم بحساب المدة التي أخذتها الأرض كي تصل إلى درجاتها الحرارية الحالية وذلك باستخدام قواعد الديناميكا الحرارية وفي عام 1862 قام اللورد كيلبن بتقدير عمر الأرض باستخدام هذه التقنية ليكون مساوي أو أقل من 100 مليون سنة ومعطي مجال بين 20 مليون إلى 400 مليون سنة بالكثير يعني نسبة الخطأ مع أن هذا كبير لأنه كان واضحاً بالاعتبار عدم دقة القياسات في زمنه ثم قام لاحقاً بتصحير قياساته وقلل من عمر الأرض ليكون بين 20 إلى 40 مليون سنة فقط وطبعاً هذا الوقت غير كافي للعمليات الجيولوجية التي كتب عنها علماء الجيولوجية لكي تحدث أو تشكل الأرض الذي نعرفه اليوم وفي الواقع كان اللورد كيلبن من كبار نقاد شارلز داروين وكان الجيولوجيون المعاصرون له بما فيهم سير تشارلز ليل والذي لم يكن لورد بمستوى كيلبن بل مجرد سير وهذه ألقاب لها مكانتها الخاصة طبعاً في النظام الملكي البريطاني لورد كيلبن وبحكم شهرته الكبيرة التي حصل عليها وبكل استحقاق طبعاً كان معلماً كبيراً تحترم آراءه العلمية أي كان لديه سلطة فقام باستخدام سلطته وبصورة حسبها الكثيرين عجرفة من قبله لكي يدفع قدماً بحساباته لعمر الأرض وينسف كل علم يناقضه فهو لم ينتقد الجيولوجيين وحسب الألغى وبكل أريحية الكثير من علم الجيولوجيا المعروفة بزمنه فقط لأنها عرضت حساباته وصار عدوانياً لا يسمح بأي نقد له ولحساباته لكن الأمر الذي قضى على حسابات لورد كيلبن لم يكن إلا اكتشاف النشاط الإشعاعي لبعض العناصر بعد أن كان لورد كيلبن قد أتم حساباته ونشرها وعندما تم اكتشاف هذا النشاط صار ذلك يشكل خطر ثلاثي لموقف لورد كيلبن أولاً أن انحلال الإشعاعي للعناصر في القشرة الأرضية مثل اليورانيوم والثوريوم تقسب الأرض حرارة زائدة فحتى مع استخدام حسابات كيلبن ومعادلاته المشكوك بها فالانحلال الإشعاعي سيمد عمر الأرض ليصل إلى 2.7 بليون سنة هذا مع العلم بأنه توجد أيضاً مصادر أخرى للحرارة من التي لم يأخذها لورد كيلبن بالحسبة ثانياً التاريخ الإشعاعي أو حساب الزمن الإشعاعي والذي تم استخدامه لاحقاً يعتبر وسيلة أو مجموعة وسائل عالية الجودة في حسابات عمر الأرض والنتيجة الحالية التي توصلنا إليها في تقدير عمر الأرض ليكون 4.55 زائد أو ناقص 0.02 بليون سنة هو تقدير متماشي مع علم الجيولوجيا وعلم البيولوجيا فعلم الجيولوجيا يختبر عمليات عديدة تحتاج لملايين وبلايين من السنين لكي تنتج الآثار الجيولوجية والمواصفات التي نراها اليوم وكذلك هو متناسق مع نظرية النشوء والارتقاء بالانتخاب الطبيعي لشارلز داروين والذي يتطلب مئات ملايين من السنين لكي تعمل ثالثا تم اكتشاف أن الانشطار النووي في الشمس هو السبب أو المصدر في إنتاج الطاقة الحرارية بها وهذا الانشطار كي يحدث فهو بحاجة إلى بلايين السنين ليسمح للذرات بالاحترام وهذا من شأنه أن يزيد من تقدير عمر الأرض عما حسبه كلب بكثير فقبل هذا الاكتشاف لم نكن نعرف كيف ينتج الشمس حرارة كافية ليبقى موجودا وينتج الطوء والحرارة التي تمدنا بها ببلايين السنين وهكذا تم القضاء تماما على حسابات اللورد كيلفن لعمر الأرض هناك عدة دروس نستخلصها من قصة اللورد كيلفن أولا لا يجوز أن يكون لأي شخص السلطة العلمية المطلقة مهما كان هذا الشخص مشهورا أو ناجحا في عمله لكن هذا أمر متغير حسب الثقافات للأسف يعني عندنا يطلع لك شخص مثلا يقول أنا مهندس فيتوقعونه أن يكون علامة أو أنا دكتور فيتوقعونه أن يكون عالما في كل شيء أو أنا صيدلي فيتوقعونه أن يكون عالم زمانه في بعض الثقافات طبعا اللي أنتم تعرفونها وحتى المهندس يسمونه باش مهندس أول ما يتخرج بالهندسة وهو أيضا متعلق بالأزمنة فزمن لورد كيلفن ليس كزمننا فاليوم بعد مرور قرن من الزمان لا تحطي المؤسسة العلمية السلطة لأي فرد كان وهذا وراءه سبب وجيه فأي فرد ممكن أن يكون خاطئ مهما كان عبقريا أو ناجحا في عمله السلطة العلمية من الأفضل أن تكون بالأجماع للآراء العلمية بين الكثيرين من العلماء وليس لشخص واحد ثانيا لورد كيلفن كان أيضا من العجرفة بمكان أن يلغي علوم كاملة ليس لديه أي خبرات فيها صحيح أنه تحدى بأنه يستطيع استخدام معادلات الفيزياء لكي يمسح وبكل أريحية كل ما تم جمعه من حجج وأدلة في علم الجيولوجيا وهذا لا يعني بأنه كان خاطئ بهذه المحاولات بل كان جيدا لو أنه تمحل وقارن النتائج أي كان يجب عليه أن يكون أقل ثقة بنتائجه وخصوصا أنها كانت مخالفة للنتائج بعلوم أخرى وهذا درس يمكن تطبيقه بصورة عامة اليوم فعندما يحصل أي باحث على نتائج أو ادعاء أو أحد يبحث في بحثه عن ادعاء يبدو أنه يتعارض مع حجم كبير من الأبحاث القائمة فلا يجب عليه أن يفترض وبصورة مباشرة أنه هو على حق وأن هذا الحجم الكبير من الأبحاث كلها غلط ولسبب أو لآخر خاطئة أو حتى أن يكون كل المجال العلمي خاطئ بل علي أن يتشكك أكثر في موقفه الشخصي وينكس وينكس القنيبي على قولت حسن البدري وكذلك كان ممكن أن يكون منطقيا أكثر أن نستخلص من حسابات اللورد كيلبن بأن عدم الاتساق بين نتائج الديناميكية الحرارية والجيولوجيا والبيولوجيا التطورية يعني بأن هناك أمر غامض بالموضوع أي it doesn't fit بدلا من الاعتقاد كما كان الحال مع لورد كيلبن بأنه هو على حق وعلم البيولوجيا والجيولوجيا كلها خاطئة فلقد كان بالفعل هناك جزء غامض في تركيبة اللغز وهذا الجزء كان النشاطات الإشعاعية التي لم يدخلها لورد كيلبن في حساباته لأنها بالأساس لم تكن مكتشرة بعد وهذا كان نتيجته مغالطة الالتباس بالجهل كما درسنا أو تكلمنا عنه في الفصول السابقة واستنادا لمعارف زمنه في العلوم أو لما لا يعرفه في زمنه لورد كيلبن لم يكن ليعلم عن وجود النشاطات الإشعاعية لبعض العناصر ولا لكونها على وشك الاكتشاف فهذه كانت ظاهرة طبيعية جديدة بالتمام على الباحثين وعليه وهو لم يحسبها في حساباته وتقديراته لعمر الأرض ولجأ إلى مخالطة الالتماس بالجهل مكان لورد كيلبن بالواقع يملكه لم يكن الدليل على أن الجيولوجيون كانوا على خطأ كما أعتقد بل كان وجود أمر مريب ومحير بالموضوع ولو كان اعتبر ذلك أمرا محيرا وحاول البحث به لكان أعطى لنفسه وللباحثين الآخرين الفرصة لإكتشاف شيء جديد عن كيفية عمله ومرة أخرى هذا الشيء الجديد كان النشاط الإشعاعي وفي آخر مثال للتخبطات العلمية يقوم نوفيلا بمناقشة بحوث جون إدورد ماك البروفيسور بعلم النفس في جامعة هارفورد والذي قام في بدايات 1990 بالتحقيق مع المرضى الذين ذكروا أنه تم اختطافهم من قبل كائنات فضائية في البداية ظن ماك أن مرضى قد يكون لديهم مرض عقلي لكن الغريب أن أغلب مرضى لم يطبق عليهم المعايير التشخيصية للأمراض العقلية أي أنهم بكل بساطة لم يظهر عليهم أي أعراض مصاحبة للسكتسوفرينيا أو أي أمراض عقلية أخرى وهذا ما جعله ينظر إلى تقاريرهم بصورة أكثر جدية ليعطيها المصداقية وعندما سأل سؤل في مقابلة تلفزيونية عن مدى أخذ تقارير مرضى بصورة سطحية أي غير جدية أجاب لا ليست بصورة سطحية أنا أخذ كل تقرير بكل جدية لكني لا أملك طريقة لكي أستدل بها على ما يقولون ومن ثم زاد الالتباس على ماك لدرجة أنه بدأ يعتقد بأن هذه الكائنات التي يتكلم عنها مرضى لا بد أنها شبحية أو كائنات شفاقة لا يمكن رؤيتها بالطبيعة أو قد يكون لها علاقة بالقوة الغريبة التي يعتقد بها سكان أمريكا الأصليون وسرعان ما بدأ ماك يتصرف وكأنه وقع ضحية وعم مرضى ولم يدرك بأن الخطأ الذي وقع فيه هو ارتكاب مغالطة الثنائية الخاطئة false dichotomy إن لم يكن هذا فهو لابد أن يكون ذاك أي لو لم يكن مرضى يشتكون من الأمراض العقلية فلابد أنما يدعون بالتقارير صحيح أي لا بد أن يكون للمخلوقات التي يتحدثون عنها وجود ما وتغاضى وهو الخبير بالعقل البشري عن حقيقة أنه من الممكن للشخص أن يتمتع بصحة عقلية أو صحة نفسية جيدة وبسبب الأخطاء بالتبكير والذاكرة أو المدخلات الحسية أو أي شيء آخر من الذي قدمناه لهذه النقطة بهذا الكورس أن يعتقد اعتقاداً راسخاً بأمور غير حقيقية وكذلك تغاضى لاحقاً من أنه بالواقع لا يملك أي أدلة لمساندة القصص التي أتوا بها وقام بالمرافع الخاصة again special pleading أو الترقيع وقدم محاورات أساسها مبني على مغالطة التماس بالجهل لكي يبرر نتائجه فما كان يقوله ماك بالأساس هو أنه مقتنع بما يقوله مرضى لأنه لا يشك بصدقهم مع أنه يعلم أنهم يعتقدون أنهم تم اختطابهم ناسياً بأن الصدق ليس بديل عن المصداقية أو الثقة بما يقوله فالناس ممكن أن يكونوا خاطئين حتى لو كانوا صادقين مع أنفسهم ومن الغريب أنه وهو البروفيسور كما ذكرنا في علم النفس لم يضع بالاعتبار الطرق العديدة التي ممكن أن يقع بها الناس حتى منهم بصحة عقلية جيدة في هذه الأخطاء ويهمون أنفسهم كما بينا في المحاضرة عن الوهم وكيف أنهم ممكن أن يتمسكوا بصورة حازمة باعتقاد ما وبالأخص إن كان هذا الاعتقاد له صدى ثقافي مشجع على الرغب من وجود الأدلة ضد هذا الاعتقاد فكل هذه العوامل تآمرت معا لكي تقود معك إلى الاعتقاد بأن مرضى لا بد أنهم بالفعل تم اختطافهم من قبل كائنات الفضائية أو على الأقل أقل التقدير تحير من وجود أمر غامض يجري وإن لم يكن هذا الشيء مادي يمكن رصده فلا بد أن يكون شرحي وهذا بتطبع سبب له الكثير من النقط على النتائج التي خرج بها لدرجة أن جامعة هارفرد والتي كان يعمل بها قامت بعمل تحقيق بالموضوع لكن نتائج التحقيق لم تدون وذلك لأن بروتوكول الجامعة ينص على أن ما يقوم به ماك هو عمل مقبول تحت مبدأ الحرية الأكاديمية للجامعة فماك له كامل الحرية أن يبحث في أي مسألة يختارها مهما كان الموضوع تكلمنا في هذه المحاضرة عن أشعة إن والطب الشعبي أو الهوميوباثي والاندماج النووي البارد وحسابات اللورد كيلفن لعمر الأرض والاختطاف من قبل الكائنات الفضائية وهناك الكثير والكثير من التخبطات العلمية التي من الممكن أن نتحدث عنها لكن هذه الأمثلة كافية وجيدة لتعلمنا الدروس التي تحدثنا عنها في هذه المحاضرات ففي كل حالة سقط الباحثون بأن يكونوا متشككين بنتائج تجاربهم الخاصة وسقط الباحثون في التعلم من سقطات من سبقوهم ووقعوا في تخبطاتهم الخاصة وسقط الباحثون في التمسك بمبادئ المنطق وباختبار أدلتهم ودراستهم في الطريقة التشكيكية المناسبة من مثل استخدام التعمية المناسبة والذي كان من شأنه أن يعطي ثقة أكبر في أدلتهم أو اعتمدوا بصورة كبيرة على خبراتهم الشخصية وعلى سلطاتهم ولم يكونوا متواضعين بصورة كافية عندما واجهتهم أمور غامضة حقيقية كان من الممكن أن يستغلوها كفرص لاكتشافات جديدة هناك مثال واحد من الذي ممكن أن يحسب تخبط علمي أو لا يحسب لأن الحكم عليه يرجع بالنهاية للشخص أما ألبت أيرشتاين فبنفسه حسبها أكبر تخبط له في مساره العلمي كما قال مبينا بذلك أنه حتى أكبر العلماء ممكن أن يكونوا معرضين للأخطاء في المجال العلمي هذا الموضوع يتعلق بالطبع بالثابت الكوني فمن منه لم يسمع بالثابت الكوني تبدأ القصة عندما نشر آينشتاين نظرية النسبية العامة في عام 1916 كان ذلك بعد نشره للنظرية السابقة سماها النظرية النسبية الخاصة والتي كانت تتعامل مع سرعة الضوء وبالنظرية العامة وسع آينشتاين نظريته السابقة ليشمل بها الجاذبية والقتلة حتى تصبح نظرية أكثر شمولية للنسبية في ذاك الزمن كان آينشتاين كغيره من المعاصرين يعتقد أن الكون مستقر ثابت لكن معادلاته الرياضية في النسبية العامة تنبأت بعدم ثبوت الكون أو أن الكون لابد أن يكون في حالة توسع أو حالة انكماش وطبعاً لم يستطع آينشتاين تقبل ذلك لأنه كان قد وضع في فرضياته بالأساسية بأن الكون وحتى يكون معمراً ببلايين السنين فلابد أن يكون محافظاً على استقراره فإن كان الكون في حالة توسع أو انكماش فكيف سيكون بالعمر الذي تم تحديده وقتها على هذا الأساس قام بإدخال عامل خاوي في معادلته سمى الثابت الكوني وهذا الثابت الكوني كان يمثل القوى العكسية في الكون الذي اعتقد أنها ستقوم بمعادلة قوى الجذب الناتجة عن كل شيء بالكون أي تماماً مساوية لها بالمقدار ومعاكسة بالاتجاه للمحافظة على استقرار الكون فإن كانت قوى الجذب تسحب كل شيء مثلاً للداخل فهذا الثابت الكوني من شأنه أن يدفع كل شيء للخارج بنفس الدرجة تماماً وعليه فالقوتين ستقومان بمعادلة بعضهما البعض وينتج عن ذلك كون أزلي ثابت وهذا تماشى تماماً مع معتقدات أينشتاين السابقة لكن كل ذلك تم هدمه تماماً عندما قام إدوين هابل لاحقاً بمشاهدة الإزاحة الحمراء للمجرات في تلسكوبه أي عند مشاهدة الضوء الآتي من المجرات المختلفة بالتلسكوب كان الضوء مزاحاً لجهة اللون الأحمر من الضيط الضوئي وهذا يعني أن المجرات كانت تبتعد عن الأرض أو أن الكون يتوسع هذا الأثر يسمى في علم الفيزياء بتأثير دابلر أو إزاحة دابلر فإن إنزاح ضوء النجم إلى اللون الأزرق بالطيف فهذا يعني أن النجم يقترب وإن إنزاح للون الأحمر بالطيف فهذا يعني أن النجم يبتعد وعليه فما استخلصه إدوين هابل هو أن كل المجرات فيما عدا تلك المتكتلة حولنا تبتعد عنه ولا يوجد تفسير آخر لهذه الظاهرة غير أن الكون في حالة اتساع وليس مستقر كمان كان يعتقد العلماء بزمنه فقام إدوين هابل بنشر نتائجه نتائج مشاهداته في عام 1929 فكان ذلك إذانا بتخطيء أينشتاين وبأنه في الواقع لم يكن هناك حاجة للثابت الكوني لكن المشكلة هي أنه بدون الثابت الكوني لن تكون معادلة أينشتاين صحيحة وهذا شكل اللغز لأينشتاين فتخبط أينشتاين كان في اختراع هذا العامل الخاوي ليحل معادلته الرياضية التي اترضى فيها احتقاداته السابقة وكانت لديه الفرصة الذهبية بأن يراها كما هي أي كأمر غامض أو لغز يحتاج لحل فهذا الأمر الغامض كان يشير إلى حقيقة جديدة مدهشة عن الكون وكان من الممكن أن يضيث لبحر اكتشافات أينشتاين ليس لكونه كان يحتاج ذلك بالفعل فعمله كان باهرا كما هو على أقل تقدير لكن كانت لديه الفرصة لكي يتأنى قليلا ويفكر بأن معادلته بالأساس تتنبأ بأن الكون ليس ثابت بل في حال توسع أو انكماش ليتم تأكيد تنبؤه لاحقا لكنه عوضا عن ذلك سلب نفسه من هذه الفرصة الذهبية باختلاق هذا العامل الخاوي ومن سخرية الأقدار أن الثابت الكوني تم إعادة ضخ الحياة فيه لاحقا ليس بالطريقة التي عرضها أينشتاين بل بصورة أخرى ففي سنة 1990 تم اكتشاف أن الكون ليس فقط في حال توسع لكن أيضا توسعه متسارع وهذا التسارع لم يكن بالإمكان تفسيره بنظرية الانفجار الكبير لوحده بل كان وراءه قوى أخرى وهذا هو مكمن اللغز الذي قاد العاملون بعلم الكونيات بافتراض وجود طاقة جديدة أو قوة جديدة أكسية نوع من الطاقة المظلمة في الكون يعمل على تسارعه بالتوسع وفي التفاف ساخر للوراء ورجوعا لمعادلة أينشتاين تبين للعلماء بأن الثابت الكوني متناسق نوعا ما مع ما تم اكتشافه في حقل العلوم الفيزيائية لاحقا في هذه المحاضرة قدمت لكم أمثلة دراماتيكية عن التخبط العلمي في التاريخ البشري وكل هؤلاء الباحثون أخطأوا في التفكير النقدي أي لم يستخدموا آليات التفكير النقدي واستسلموا لانحيازاتهم واعتقاداتهم السابقة وأهواؤهم الشخصية ولم يستخدموا الأساليب الجديدة ولم يقوموا بالأعمى الملائم في أبحاثهم ولم يحاولوا بصورة كافية أن يروا أن أفكارهم ممكن أن تكون خاطئة وكانت النتيجة أمثلة تاريخية وحكايات يضرب بها المثل في التخبطات العلمية التي كان من الممكن أن نتلاشرها الحلقة هذه خلصت حلقة 16 الحلقة 17 ستكون العلم في مقابل العلم المزيف واعتقد كلكم الغلبية الناس مهم هذا الحاضرة الجديدة حتى يعني نعرف ما هو الفرق بين العلم والعلم المزيف